اشتركوا في القناة ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجريب تحتها لنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ونعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن ينقلب الرسول والؤمنون إلى أهلهم إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات ومن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخنفون إذا انطلقتموا إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخنفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لبأس شديد تقاتلونه أو يسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا ليما ليس على نعمى حرج ولا على نعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها لنهار ومن يتولى نعذبه عذابا ليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجب لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا ندبار ثم لا يجدون وليا ولا مصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أنظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم فلن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطعوهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب نديما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهنية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عيما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين محلقين روسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تلاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من ثل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إن أخرج شقأه فأنزره فاستغرض فاستوي على سوقه فاستوي على سوقه يعجب الزرع الذي ظريب الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ترجمة نانسي قنقر